احنا الشباب الوقتي بيقابل الشباب يا فندم معايا حد عايز يمس عليك ويذلي بدلو معايا سيد النائب أحمد تنطو وصحف زميل وسيد النائب المحترم اهلا بك يا سيد زحم اهلا وسلام بحضرتك وبضيوفك المحترمين الله يخليك يا سيد زحم انا معايا الأستاذ سيد الحجازي زميل حضرتك والأستاذ أيمن زميلنا في عضو مجلس النقابة والأستاذ حسين عبدالرازي وأستاذنا تحياتي اليوم جميعا العزاء ومحترمين والجمهورك الكريم ربنا يخليك يا سيد زحم رأيك في المشروع القانون ده سيد زحم هل سيوضع قيودا على استقلال الصحافة وحرية الكلمة أم يفتح معهدا جديدا لحرية الصحافة واستقلال الصحافة ويضمن حقوق الصحفيين ويضمن إعلاما وصحافة منضبطة لصالح الوطن يعني كم كنا نتمنى ذلك ليس كصحفيين ولا كنواب إنما كمواطنين نصريين لنا الحق في أن يكون لنا صحافة وإعلام حر ومسؤول في الوقت نفسه تمام نقدم لنا منص الحق من المعرفة ونستطيع أن نحاسب المخطئ فيه وفقا لقواعد مهنية متعارفة عليها ومستقرة يعني دولية لكن للأسف ليس كل ما يعني يتمناه المرء يدركه إحنا يعني بغتتنا إدارة المجلس بعرض ثلاث قوانين بغتتكم واحدة في ملحق لجدول الأعمال لم يتسنى معه أن يطلع عليها النواب وأن يراجعوها بالقدر الذي لا يسمح لهم بإبداء رأيهم فيها عن اقتناع إحنا كنا أمام مشروع قانون موحد قانون الإعلام الموحد يعني لن نعود للحديث فيه طويلا لكن يكفي أن نقول أنه كان تم الانتهاء منه بالتوافق ما بين الحكومة وما بين العاملين في مهنة الصحافة والإعلام بمبادرة من رئيس الجمهورية وبمباركة من رئيسي الوزراء السابق والأصفل لسبب مختلق تم تأسيم القانون دا القانونين قانون لتنظيم المهنة وقانون لتنظيم المؤسسي صدر القانون التنظيم المؤسسي الذي أنشأ الهيئتين والمجلس منذ شهور قليلة وإذا بالحكومة ترسله للتعديل والقانون اللي كان قانون واحد وأصبح قانونين طاروا الآن ثلاثة قوانين أنا عارف طبعا أنه فيه مواد جيدة في القانون لكن احنا كثيرا ما أكدنا على هذا المعنى أنه ممكن قانون يكون في مجمله جيد لكن مادة واحدة كافية لأنها تنصفه من جزوره أو تفرغه من مضمونه الحقيقة أن القانون أو القوانين الثلاثة فيها ألغام عديدة